المنطقي شيخ أنه برنامج كما وفعله الخير يعيطه ناس من كل الولايات وتعرف أنه يعني الفقر والاحتياج موجود في كل مناطق الجزائر صعب أنه برنامج يعني يلبي رغبات الألاف ولا نقول العشرات الألاف يعني وزارة التضامن ولل الأحمر والمنظمات الكبرى في الجزائر اللي عندها ميزانيات ضخمة وما قدرش تضمن للناس المساعدات فما بالك يعني برنامج تلفزيوني يعني يضمن ولا يلبي رغبات كل من يتصل يعني مش أي واحد يتصل للأسف نقول لها بكل حصرة مش أي واحد يتصل نقدره لنبوله رغباً تاعه ولا نقدره لنساعده للأسف ولكن الحمد للأسف وأيضاً في المقابل مرنش نشكو نحن واقعيين فقط حتى المشاهدين الأفاضل وبالخصوص الناس اللهم يقصدونا ويتواصلوا معنا في الهاتف يكونوا في الصورة إحنا محمد على الأقل الكلمة طيبة ونردوا على الناس ونفهموهم لأنه مرات كثير من الحالات مثلاً ما نردوش وأنا واحد يعني فنلقى هذاك الإنسان في السياء ومن حقه فعلى الأقل اللي كي هم يتفهمونا إحنا نقدره نبقوا نرده ولي نقدره عليها نقدره ولي ما نقدرش ما نقدرش خاصة العمليات الجراحية الكبيرة اللي بالملايين مثلاً كمتاع الشلل النصفي أو الكلي كما قضيت زرع الكبيت زرع الكليتين هذه العمليات اللي يعرفوا الناس بأنه الآن البرنامج ما يمشي فيها يمشي يعني دار حد معين نسبة معينة مالية وما يجاوزهاش لماذا؟ باش نفوته أكثر عدد ممكن من المرضى ومن المحتاجين ومن الحالات الاجتماعية بعون لي سبحانه وتعالى